حجز فريق الجيش الملكي مقعده في نهائي كأس العرش لكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغرب الفاسي بنتيجة 2 إلى 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بي أكادير لحساب نصف نهائي في المسابقة وافتتح الجيش الملكي التسجيل مبكرا في الدقيقة 28 بعد هجمة منظمة من الجهة اليمنى حيث تمكن محمد مفيد من اختراق دفاعات المغرب الفاسي ممرراً الكرة العرضية حول اتجاه زميله يوسف أكرادوم الذي سجلها بالخطأ في مرمى فريقه المغرب الفاسي وواصل الجيش الملكي ضغطه على مرمى المغرب الفاسي وكاد يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة لو لا تألق الحارس صلاح الدين شهاب وفي الدقيقة 59 نجح الجيش الملكي في تعزيز تقدمه بهدف ثان بعد توغل من أحمد حمودانا وتسديدة قوية تصدى لها الحارس شهاب لكن الكرة ارتدت إلى أمين زحزوح الذي ركل الكرة إلى المرمى مباشرة وحاول المغرب الفاسي العودة في المباراة خلال الدقائق المتبقية وشن هجمات مرتدة على مرمى الجيش الملكي لكن دفاعات العساكر كانت صامدة بقيادة مهدي بن عبيدة وكاد الفريق يقتل المباراة نهائياً في أكثر من مناسبة لو لا سوء حظ مهاجميه خاصة أمين زحزوح وعلاء الدين أجري وبعد صراع قوي أعلن الحكم رضوان جيد نهاية المباراة بفوز الجيش الملكي 2 إلى 0 ليضرب موعداً لنهائي كأس العرش مع الفائز من مواجهة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة التي ستقام بعد غد الثلاثاء لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة